هو مختفير بس بيحبك بس في حاجة جواه يعني مخوفاه خايف انه يقرب انا مش عارفة الاسباب يعني انتو ادرى فهو خايف انه يقرب يحصل خداع تاني هو اصلا مش عارف يكلمك او ما يكلمكش يعني هو كأنه ضايع يعني عم بيحاول يزبط اوراق ومش عارف شو يعمل في العلاقة هذي فمبين عندك انه ممكن يعني تكون انت مستقوي القلب عليه قايز يعني او حتى ممكن انت بتتواصل معاها روحيا او جسديا فمخلي الشخص هذا مخضوط يعني خايف فعندي هنا انه انت غامض مش عايش تقول له ايه اللي بيحصل ايه اللي حاصل كذلك انت متضايق جدا ومتخاص ففي عنده حاجة يعني شايلها من الماضي يعني متضايقه شخص هذا مخضوط منك وخايف كذلك الشخص هذا يبين عندي انه راكد يبدأ معاك بداية جديدة وشايل من الماضي وزعلان جدا يعني يبين عندي هاي الشغلات واضحة هو شايف نفسه انه خرج من علاقة كان فيها خداع كان فيها غموض وحقيقة هو ناوي يبقى ساكت وما يعملش حاجة وباغي يركز في روحانياته اكتر وعاوز يدرسك وعاوز ياخد قرار نهائي يعني يطلع من الموضوع ده يقفلو يعمل حاجة يعني بهذا فهو محتاج انه يتباعد عشان يقدر ياخد قرار من بعد ما يفكر مع نفسه ففعلا هو تسحب من العلاقة يعني هو مطلعش مرة واحدة هو فدل يطلع شوي شوي لحد ما اختفى هو فى الحقيقة ما طلعش تماما يعني هو ما قالكش نسيب بعض يعني هو طالع بس يعني كأنه قافل معاك وما بيردش بصراحة انت شايفه كأنه مديك وشي خشب عايز اشوف لك الشخص ده اذا مخادع ولا لا استنوا فى حقيقة الشخص ده هندي ورقه مش مخادع الشخص ده مش مخادع كأنه كان لبس ماسك قدامك لانه حاسس يعني كأنه حاسس بالخوف خايف منك مشتائق فيك كثير صار بيناتكم شي هيك فانا همحاوي شوف اذا في حدا داخل بيناتكم فقايز يكون فيه علاقة ثلاثية ولكن العلاقة الثلاثية مش بسبب هذا الشخص منك انت يا برج الجوزاء فعندي الورقه انه هو مش عايز ياخد خطوه عشان فيه ثلاث صيوف قدامه فقايز يعني فغالبا يكون انه العلاقة الثلاثية جاية منك انت يا برج الجوزاء برد النظر عن الطرف الثالث هو سواء هذا الشخص كان شخص ام الاسرة في حد واقف بينكم في حد داخل بيناتكم في حكيط طالع نازل هيك بودني اي حد فيكم ففي الاغلب الطرف الثالث قيل من ناحيتك يا برج الجوزاء لانه انت اللي محتاج تحبي نفسك تحبي نفسك وتغير اتجاهك وتطلع من الحالة هذه فعندي هنا برج القلو وبرج الاسد والعدراء والتور وبرج الحوت برج الاسد او القوس واحد منهم فممكن تكون ابراج ثانية مش مبين عندي لانه اكتر شي مبين عندي طاقات مبين عندي طاقات فأنا شايفاك يا برج الجوزاء في المرحلة القادمة انك هتمر بمرحلة انفصال او مرحلة حتكون فيها متدايق فغالبا ايه اللي حيحصل انتم اللي اكتنين حتكونوا حاسين بوحدة او من ناحيتك انت بالاكتر والشخص ده كانه حاسس بالملل بالضيق بالوحدة وهو كمان زعلان ومتدايق فلو كنتوا مش منفصيلين فممكن يعني انتوا في الشهر دا يعني ممكن انكم مش هتتكلموا حيكون فيه شعور بالزعل والحزن بينكم انتوا اللي اتنين وانا شايفة اكتر انه هيكون من ناحيتك انت يا برج الجوزاء فانا شايفك يا برج الجوزاء انك متغاض واخذها على صدرك ولكن هيحصل عنك تفتيحة عين وحتلاحظ انه انت لازم تعمل تغييرات لازم تغير حياتك وتغير نفسك لاني شايفك انك مش ماشي بالطريقة المتلى وتحب نفسك بصحيح وحب اقولك انه الشخص دا ما عندوش علاقة في عدم حبك لنفسك بالشكل الصحيح المثالي بصراحة فانا شايفة انه عدم حبك لنفسك يعني جاي من الطرف الثالث اللي هو بينكم بصراحة برد النظر يعني الطرف الثالث هو مين فانا طلع عندي يا برج الجوزاء انه في طاقة جسدية فممكن انه تكون انت عام تضيع وقتك يعني هيك مع برج الجوزاء لاني شايفه تخيص بالوحده وانعزال وفي طاقات قشدية ولكن بدون مشاعر فأنا شايفة أنه أنت يا برج الجوزاء لازم تتعلم تأخذ قراراتك بنفسك وما تخليش المحيطين يأثروا على قرارك على قرارك وقراراتك ورغباتك وهذا طبعا حسب وضعك فبين عندي يا برج الجوزاء أنه أنت حكيم في عندك حكمة يعني كأنك رجل عظيم أو امرأة عظيمة فما غير نفعش أنه يكون طرف ثالث أنه هو اللي يدير حياتك يعني مش معقول لأنه صحة بتاعتك وذالي واضح في الشهر هذا أنه حيكون فيه تباعد وتباعد بسعر يعني بصراحة يعني أنتو اللي اتنين في عندكم إحساس مشترك هو إحساس بالخسارة وبصراحة يا برج الجوزاء أنا بشوف يعني أنه الموضوع في إيدك أنت بصراحة بحن نشوف كروت النصيحة يا برج الجوزاء لأنه بشوف أنه الشخص هذا هو محبش يباعد عليك الشخص هذا ما بحبك ولكن هو خايف ولكن حاليا في هذه الفترة وبشوف في هذا الشهر هذا رح تظلوا متباعدين مع بعضكم يعني هو ما رح يعمل أي شيء رح يظل بفكر يعني هو حيبطل قاعد بيبص عليك برقبك وما غير يعمل حاجة يعني ما غير يدير حتى حاجة يعني مش هيعمل حاجة ومش هيطلعك من دماغه لأنه هو ليسا عايزك أنا قلتلك بالأول أنه في براءة عندي واضحة أنه بحبك بحبك أنت فهو غالبا هيختفي ولكن هو هيبص عليك على السوشيل ميديا هو برأبك على السوشيل ميديا برد النظر أنه بختفي وأنه أنت حاسس أنه يعني العلاقة انتهت وأنه هو خلاص شالك من حياته لا الشخص ده ما شارك من حياته الشخص ده بحبك وبيفكر فيك بس هو خايف واخد قنب وقاعد رح يظل عم برأبك في السوشيل ميديا هيك فبين عندي يا برج الجوزاء كمان يعني هون في عندي علاقة سولاتية هون واضح عندي في علاقة سولاتية العلاقة دي يا برج الجوزاء كأنه برج الجوزاء كأنه آآ بيتجوز كأنه في علاقة جوز ولكن بتحب حدا تاني ما بعرف يمكن حدا درست معه أو درست معه بالجامعة وكانت بيناتكم آآ علاقة صداقة وتواصل وضلت هاي العلاقة ولكن آآ انت لما تجوزت آآ آآ الحبيب اللي انت بتحبه اختفى سوف أرى لك ما سيحدث يا برج الجوزاء في هذه العلاقة الثلاثية الثانية ما سيحدث ماشي مبين يا برج الجوزاء انه انت هون في هذه العلاقة الثلاثية اللي واضح عندي انه انت ضايع هاي العلاقة الثلاثية مبين الشخصين مبين الشخصين هذول اسمنا آآ يا إلهي شو هات آآ بين الشخصين نشوف رح نشوف رح نشوف شو رح يصير إذا رح يتحقق هالشي أنا حبيت أتطرق لهاي العلاقة الثلاثية كذلك اللي عندي ظاهرة آآ في طاقة طاقة ترابية واضحة عندي وطاقة نارية ونشوف هاد الشخص هاد بيحبك وبيدعي الله يجمعكم مع بعض شو رح يتحقق ماشي مهام نشوف رح يتحقق العدنه بس الشخص ده يعني كأنه يائس من العلاقة هذي يعني عم يدعي الله وكأنه يائس وبيدعي بيدعي كثير صالي عندي بيدعي كثير صالي عندي آآ بيدعي مشان يجتمع مع الحبيب تبعا بيدعي 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 القرار قرارك فانت سواء يا إما رح تاخد قرارك تختار الشخص اللي انت بتحبه أو او رح تضلك بهي العلاقة اللي انت فيها واللي كأنك حاسس انه علاقة جذبية فقط يا برج الجوزاء انت لازم تاخد قرار لازم تاخد قرار الأمور كلها بيدك هاي العلاقة الثلاثية اللي أنا عم بشوفها يعني القرار قرارك انت اللي ممكن تقرر الشخص اللي انت بتحبه مش اللي معه لا الشخص اللي بتحبه واللي هو متباعد معك بيحبك وبيدعي الله وبدو يكون معك بس هو تقريبا يائس لانه بيشوف انه ما في امل هاي العلاقة يعني كأنه انت متزوج يعني كأنه تزوجت بس انت مش متاع وانت بتحبه رد النظر انا مش فاهمة يعني ليش يعني كيف يعني اشترقته عن بعض حكيت في ضرور المهم فالنصيحة اللي عندي يا برج الجوزاء بيقولك افتار الطريق اللي يؤدي الى الحكمة ببين عندي يا برج الجوزاء انه انت بتهزم بالناس اللي حواليك الاهل الاسدقاء وبتسمع هم عايزين ايه الى غير ذلك ولكن اول شيء لازم تسمع صوت صوت روحك انت محتاج ايه وشو الشي اللي رح يسعدك لهذا بيقولك افتار الطريق الذي سيوصلك الى الاستقرار النفسي والسلام الداخلي والاستشفاء وبيقولك كمان بالورقة انو رغبتك هي بايدك انت فربنا معاكم يا برج الجوزاء ودود ايه الموقف للتعليقات واتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس شكرا شكرا شكرا